السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعليلي وأصحابي أجمعين أهلا وسهلا أحبائي بريبستري معكم سهلة سعيد هنبدأ في مراجعتنا منشئة رب العالمين بعد ما خلصنا منهجنا يلا مع بعض Let's start Complete the following sentences using the words in the box Ok عندنا كلمة deliver يوصل أو يسلم Encourage يشجع Neighborhood Neighborhood الحي Local محلي Surprise مندهش Number one بقول I have a lot of friends يعني عندي كثير من الأصدقاء in my neighborhood في الحي يبدأ عندي أصدقاء كثير Number two حسن was very spiced when he met his old friend علي in the museum يعني حسن كان متفاجئ لما شاف صديقه علي في المتحف يبقى حسن was very surprised when he met his old friend علي in the museum Number three A postman الوساع البريد is a person هو شخص whose job عمله is to deliver letters يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني هو بيسلم الرسائل أو يوصل الرسائل اوكي؟ Number four We made wonderful posters يعني احنا عملنا مرسقات رائعة To نقط people not to throw rubbish in the streets عشان نشجع الناس مش عشان يرموا ايه القمامة في الشوارع يبقى to encourage people not to throw rubbish in the streets اوكي؟ Choose the correct answer from ABC or G Number one Young people become space when they don't find jobs يعني الشباب بيبقوا ايه لما ما يجدوش عمل يعني ما يلقوا الشغل بيبقوا ايه عندهم ايه؟ يابسوا عداء ولا encourage it تشجعوا ولا disappointed عندهم خيبة امل ولا interested مهتمين اكيد disappointed عندهم ايه؟ كده حالة من الاكتئاب كده يائسين يعني تمام Number two The government اللي الحكومة has many space for elderly people and the disabled يعني ايه الحكومة بتعمل ايه؟ ليه الكبار السن وليه المعاقين بتعمل لهم ايه؟ Facilities تسهيلات ولا dangerous خطر ولا street lights اللي هو ضوء اضواء الشويرة ولا problems مشاكل اكيد ايه؟ Facilities Facilities يعني تسهيلات الحكومة بتعمل تسهيلات للمسنين وقبار السن Number three Football and handball اللي هو قرة القدم وقرة اليد Or space activities هل هي dirty يعني قذرة او متسخة او كده ولا dangerous يعني خطير ولا leisure شيء ترفيهي ولا bland مخطط لا طبعا هقول leisure activities يعني انشطة ترفيهية leisure activities تمام Number four Good young people اللي هو الشباب الجيدون can make a no cut in their community في مجتمعهم تمام and help a lot وبيساعدوا كثيرا بيعملوا ايه بقى؟ make a mistake بيعملوا اخطوء ولا difference يعني بيعملوا اشياء مختلفة ولا مس فوضى ولا noise دوضو اكيد make a difference in their community and help a lot اوكي؟ اتشوز the correct answer from A, B, C or G number one summer was space when she knew that the play was cancelled summer كانت ايه بقى لما عرفت ان المصرحية تلغت؟ disappointing ولا disappointed ولا disappointment ولا disappointment اكيد disappointed ليه خط تأخرها E, G لاني هنا بصف في مشاعر summer ان هي ايه؟ ان هي حاسة باحباط لاني المصرحية تلغت يبقى summer was disappointed when she knew that the play was cancelled اوكي؟ number two the basketball team was space هل هي excitement ولا excitement والexciting والexcited طبعا انا هنا بصف ايه؟ مباراة كرة السلة يبقى هنا مدام شيء غير عاقل وبوصفه يعني بصف شيء يبقى باستخدم الING اخره يبقى exciting يبقى the basketball match was exciting number three the English lesson is very very ايه؟ انا هنا بتكلم على حسة الانجليزي interestes ولا interesting ولا interested ولا interest طبعا interesting اخرها ING لاني بصف شيء بصف ايه؟ حسة الانجليزي number four محمد did very well in his exams يعني محمد حل كويس في الامتحان تمام he was really space because he found the questions easy لانه هو وجد الامتحان سهل يبقى هو ايه؟ حيبقى ايه؟ surprise ولا surprising ولا surprised ولا surprises لا surprise كان مندهش تمام؟ كان مندهش كان متفاجئ لما لقى الامتحان ساهل اوي تمام؟ يبقى انا هنا لما بصف مشاعر الانسان بستخدم الصفة اخرها EG تمام؟ لكن لما بصف الاشياء بستخدم ال-I NG تمام؟ choose the correct answer from A, B, C or G number one my son got high marks يعني ابني حصل على درجات حلوة درجات عالية تمام؟ and came first وحصل على الترتيب الأول I'm so نقط of him حكون ايه؟ بقى بورت يعني ملين ولا angry غضبون ولا tired مرهق ومتعب ولا proud proud of him انا فخور بي تاني my son got high marks and came first I'm so proud of him انا فخور بي تمام؟ number two at the moment في تلقى اللحظة يبقى ده بيدل على present continuous يعني المدورة المستمر علي نقط his homework علي E did ولا is doing ولا does ولا doing is doing his homework يبقى هنا جي ايه في المدورة المستمر وعالي كأني بقول he والhe بتاخد is يبقى علي is doing his homework اكي number three بقول we use space language with our friends and relatives يعني ايه يعني انا بستخدم اي لغة بقى بستخدم اللغة العامية العادية مع مين مع الاصدقاء والاقارب يبقى formal لغة رسمية ولا informal غير رسمية ولا sign language لغة الاشارة ولا body language لا يعني يعني ايه يعني احنا يعني احنا بنستخدم اللغة الغير رسمية اللغة العادية بتاعتنا مع الاصدقاء والاقارب الناس المتعودين عليها number four the game was very space I like it very much يعني احبها اوي ها interest ولا interested ولا interesting ولا interest اكيد طبعا interesting ليه خدت الاجكتف فيها oh ing لاني هنا بوصف اللعبة بقول اللعبة ايه اللعبة مثيرة يعني كاني بقول ممتعة the game was very interesting I like it very much okay number five I always space my friends to play chess with me it's a great game لعبة رائعة يبقى ايه I always encourage يشجع ولا damage يتلف ويدمر ولا introduce يقدم ولا produce ينتج اكيد طبعا encourage بشجع يبقى هنا I always يعني انا دائما encourage my friends بشجع اصدقائي to play chess with me ان هما يلعبوا الشطرنج معايا it's a great game لعبة رائعة number six it's cloudy جوي يعني ايه في سحابه وملبت بالغيوب يبقى ايه يبقى it's going to rains ولا raining ولا rained ولا rain rain ok it's going to rain طب تاخد infinitive يبقى to rain ok choose the correct answer from a,b,c,or,g number one احمد has space bought a smart tv هل الاجابة four ولا since ولا ever ولا never طبعا هنا ايه four والsense بيقوا في الاخر لما بحدد معايت او since بيقى بعديها جملة في الزمن الماضي البسيط اللي هو past simple ever بدايما لم يبقى فيه عندنا question mark يعني فيه سؤال يبقى never الجملة هنا منفية بقول احمد لم يشتري اللي هو ايه التلفزيون الذكي اللي هو smart tv تمام من قبل لم يشتري التلفاز من قبل تمام number two بقول space means to make someone believe something that is not true شيء كده دلوقتي نقوله هل بك يلتقط ولا click ينقر ولا trick خدعة او حيلة ولا mark علامة او اشارة لا طبعا هقول trick اللي هو الخدعة او الحيلة means to make someone believe something that is not true يعني ان انت تجعل شخص ما يصدقك مع انه هي الحاجة مش حقيقية تمام ده معناها number three they have been married space 20 years طبعا هنا حددنا معايا ده هو 20 years وهنا عندنا الجملة في ايه في present perfect has وhave لما تاخد الباست participle عندنا have been نمائم married يبقى هنا ايه هتاخد four ولا since ولا yet ولا never طبعا never الجملة مش منفية yet الجملة مش منفية عشان اخد yet since since بتمشي لما يبقى ايه لما يبقى عندنا جوه الشيء يعني مثلا بقول ايه 2006 بتكلم عن السنة ذات نفسها يبقى هنا four twenty years يعني معناها ايه four twenty years يعني معناها ايه يعني انه هما اتجوزوا منذ عشرين سنة ده معناها اوكي يبقى they have been married four twenty years number four we had the space of our exams and we all got high marks هل هي results نتائج ولا sorts انواع ولا forms اشكال ولا actions احداث وافعيل لأ طبعا هي بقول ايه we had the results of our exams يعني احنا خدنا ايه خدنا نتيجة الامتحانات بتاعتنا and we all got high marks وكلنا حصلنا على درگات عليا ان شاء الله يا ربي كده تجيبوا درگات حلوة number five last week الاسبوع الماضي the manager طبعا last week في الماضي the manager المجير space the pupils to come on time يعني ايه عايز اقول ان هو قال للطلاب ايه انه هما ييقوا في الموعد يعني في الموعد في الوقت تمام هل tells ولا told ولا telling ولا tell اكيد طبعا told عشان last week تمام number six المحمدي space stone villa club five years ago تمام هنا بقول five years ago يعني ايه منزو خمس سنوات يبقى دي في الماضي ها يبقى ايه في الباس سيمبل هل هي joint انضم او التحق ولا boiled يعني غلى اللي هو الماضي بتاعي يغلي ولا dropped رمى او سقطة ولا smelled شمة ها هيا طبعا joint يبقى هنا المحمدي يعني انضم ايه انضم اللي نادي اللي هو stone villa five years ago منذ خمس سنوات choose the correct answer from a b c or d number one your stay in the camp يعني اقامتك في المعسكر او المخيم space lunch هل هي includes يجتمل او يتضمن ولا introduces يقدم ولا refers يشير ولا repairs يصلح اكيد طبعا includes يعني اقامتك في المخيم تشمل او تتضمن الغداء يبقى includes lunch number two the girl was able to space volleyball when she was 12 يعني بيقولك ان الفتاة قادرة على لعبة كرة الطائرة عندما كان عندها ايه اتناشر سنة هل هي place ولا play ولا playing ولا to play طبعا انا لقيت the girl was able to يبقى على طول بعد تو باخد infinitive يبقى حاخد play اوكي يبقى قلنا ايه to play volleyball when she was 12 number three happiness is the opposite of space هل هي illness مرض ولا sadness حزن ولا mindfulness يعني حرص تام ولا fitness اليوقو البدنية اكيد طبعا sadness يبقى the opposite of happiness sadness number four i didn't space do what my friend suggested تمام يعني حقول ايه انا عارفة على طول ان didn't بتاخد infinitive didn't بتاخد ايه جماعة infinitive انا عارفة ان don't وdoesn't وdidn't بياخدوا وراه على طول infinitive يبقى حاخد ايه i didn't have to i didn't have to do what my friend suggested يعني ايه يعني انا مش حقدر اعمل ايه الاصحابي اقترحوا تمام بعد كده ايه number five hoda couldn't space with hot weather so she bought a fan ها مدينا refer قلنا بنعنى يشير الى وميت قابل وتيك ياخد وكوب اللي هو بمعنى ايه اللي هي التحمل بيقول لي she couldn't cope with hot weather so she bought افان يعني هي لا تستطيع تحمل التقص الحار لذلك ايه اشتريت مروحة هي مش قادرة بقى على جو الحرفة اشتريت مروحة فهمتوها يبقى تاني hoda couldn't cope with hot weather so she bought افان number six yesterday samya space to go to hospital as she was ill have ولا has ولا had ولا have been طبعا ما دم عندي yesterday في الباست يبقى على طول لقول samya had to go to hospital as she was ill يعني مبارح samya اضطرت ان هي تروح للمستشفى عشان كانت عينة كانت مريضة choose the correct answer from a b c or d number one summer space hair exam last week لقيت last week في الماضي last week in the past في الماضي يبقى حقول اي fail ولا fails ولا failed ولا failing اكيد حقول failed يعني summer failed hair exam last week يعني ايه يعني صمر رصبت او سقطت في امتحانها الاسبوع الماضي number two i would like to thank all the space for working so hard in the hotel today يعني اود ان اشكر كل ايه كل الستاف اللي هو مين كل الطقم يعني for working so hard على عملهم بجد وقت هاد in the hotel today على عملهم اليوم ايه بجد وقت هاد في الفندق تمام بدينا ستاف والدينا spectators اللي هو ايه المشجعين اللي بيبقوا موجودين في المباريات وفي النوادي وكده وفانز المشجعين اللي هو الجمهور وكاستمر اللي هو الزبائن لا طبعا ستاف اللي هو الطقم اوكي طقم العمل يعني number three بقول the pupils have space decorated the class ever ولا for ولا yet ولا already طبعا بعد has وhave بتجينا كلمة already وjust اوكي طبعا ever بتجي مع السؤال for بتجي في النهاية مع المواعيد for month for year for week كده يعني ويت بتجي في النهاية في القواشر وفي النغاتف و already هي اللي بتجينا بعد has وhave يبقى بقول the pupils have already decorated the class اوكي يعني الطلاب ايه الطلاب زينوا الفصل تمام number four a person who works with math is called a doctor طبيب ولا engineer مهندس ولا mathematician اللي هو ايه اللي هو عالم رياضيات او يعني لسيلة برياضيات ولا في الطبيب بيطري اكيد طبعا mathematician number five has prepared lunch space هل هي ever ولا just ولا yet ولا since طبعا هنا سؤال اخيرك واشن مارك يبقى ايه يبقى yet اوكي number six محمد صلاح is space he has scored many goals هل boring ممل ولا incredible رائع وهائل ولا rude يعني وقح ولا normal رسمي طبعا هقول محمد صلاح is incredible يعني محمد صلاح هو شخص رائع وهائل he has scored many goals هو حقق او سجل العديد من الاهداف وكده خلصت حلقتنا النهار ده اتمنى من الله ان تكون نالت اعجابكم وتكون استفدتم من شرحي ومن مراجعتنا مع بعض لو عجبتكم وعايزيني اكمل معاكم المراجعة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان تصل لأكبر عدد ممكن لدي ده في افادة للقناة بتاعتي مع السلامة جود باي